الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ربما لا يخفى على أحد مقام سيدنا إبراهيم فمقام إبراهيم غني عن كل تعريف شهدته أمم وأجيال وحضارات حجر ارتبطت قصته بخليل الله إبراهيم عليه السلام فناله من الشرف والرفعة ما ناله فما من معتمر ولا حاج ولا زائر لبيت الله الحرام إلا صلى عنده وتحرك فؤاده ليلقي نظرة على آخر أثر مادي ملموس من أثر خليل الله إبراهيم فلذا نذكر لكم عن هذه الياقوتة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يا قوتتان من الجنة تمس الله نورهما ولم لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب المقام هو الصخرة التي وطئها إبراهيم عليه السلام عندما كان يبني الكعبة وارتفع البناء فأراد أن يتداركه ليكمل بناء بيت الله وهذا الحجر غاصطا فيه قدما نبي الله إبراهيم وبقي أثرها إلى يومنا هذا كان الحجر قديما ملتصقا بالكعبة وموضعه الحالي الذي نراه اليوم في صحن المسجد هو الموضع الذي اختاره عمر رضي الله عنه عندما رأى مشقة الطواف بالبيت والناس يصلون عند المقام في موضعه القديم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام في بادئ الأمر وذات مرة أشار عليه عمر الفاروق قائلا أفلا نتخذه مصلى فقال عليه الصلاة والسلام لم أؤمر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كان المقام مكشوفا بدون أي حاجز يحميه بعد ذلك بنيت له مقصورة بقبة كبيرة يصلي الناس تحتها وأزيلت هذه المقصورة في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز وتم استبدالها بصرح بلوري وغطاء نحاسي وفي العهد العباسي قام الخلفاء بتغطيته بالفضة والرصاص خوفا عليه من التفتت والزوال وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين